يا مساء الخير وأهلا وسهلا بكم حلقة جديدة بتبدأ معكم من السادسة تحياتي لكم جميعا كل أهلوية اللي بيتابعونا النهاردة والبداية بدرس جديد من يومين أو من بداية الأسبوع كلمتكم على فكرة قنوات الاتصال المفتوحة بين ليفر بول وبين جدة بين نادي ليفر وبين المسؤولين في تحاد جدة في محاولة منهم لإقناع النجم المصري محمد صلاح بالانضمام للدوري السعودي واللعب بجوار نجولو كانتي وفابينيو وكريم بنزيم وقلت لحضراتكم أول إمباراحت حديدا خبر بيقول أنه الأندية السعودية مصممة على التعاقد مع اتنين من أهم لاعبي الدوري الإنجليزي عارفين الصفقات كده اللي بتعمل خلل يعني خروج دي بروينا وخروج صلاح من دوري الإنجليزي بالتأكيد يأثر على قوة المسابقة اتنين من أهم اللعيبة على مستوى العالم وتقال في الوقت ده أو في الخبر ده في تفاصيله أنه حتى لو لم تنجح لأن ده السعودية وتحديدا التحاد جدة في التعاقد مع صلاح الموسم ده فهو على أولى الاهتمامات وعلى رأس القايمة المطلوب ضمها للعب لصالح التحاد جدة في الموسم المقبل طبعا العرض وتفاصيله مش واضحة وإن كان طبعا عرض كبير جدا نتقال فيه أرقام خيالية معرفش إيه ممكن منها يكون صحيح وإيه ممكن ما يكونش غير صحيح لكنه يظل واحد من أهم وأكبر الأرقام اللي اتدفعت في لاعب على مدار تاريخ كورة القدم كلها وكانت هنا المغريات بالنسبة لي علامة استفهام كبيرة جدا هل يقبل صلاح هل الإغراءات ممكن يعني تنفع مع نجب بقيمة محمد صلاح الإجابة كانت واضحة وكانت حاسمة وتعالوا نشوف الميري سبورت ده اللي هبدأ بيه حلقة النهاردة ما حضرتكم قالت إيه واختارت عنوان إيه للعرض لتلقى محمد صلاح للانتقال لاتحاد جدة واللي أعلن رمي عباس وكيله من يومين أنه العرض ده تقريبا مرفوض keep your money keep your money والصورة طبعا لمحمد صلاح هو يمكن أن يكون على فكرة المنشط والعنوان الصفحة كلها على بعض اختيار ميري سبورت للصورة دي تحديدا لمحمد صلاح حشان يحطوها جنب يعني العنوان الرئيسي وأنه الأموال القادمة الأموال الكثيرة أو الطائلة القادمة من الصحراء تتوقف هنا خد بالك في ليفربول تحديدا ممكن يكونوا شايفين الموضوع بحساسية زيادة شوي ليه؟ لأنك بتتكلم على خمس أسماء من العيار التقيل انتقلت من خانة ليفربول لخانة الدولة السعودي ثلاثة من أبرز نجومه فابينيو ومعاه فيرمينيو الاثنين دول طبعا اثنين من الأعمال الأساسية ليفربول في السنوات الأخيرة معاهم كمان ستيفن جيررد المدير الفني للاتفاق معاهم روبي فاولر واحد من أساطير ليفربول في يمكن التمانيات والتسعينيات يمكن يعني لو ما خلتنيش الزاكرة وده بيدرب نادي القادسية السعودي في دوري الدرجة التانية وبالتالي فكرة نظرة ليفربول لخطف نجوم ليفربول في التدريب أو في الملعب بالنسبة لهم يمكن تكون شديدة الحساسات صلاح غير مهتم بالانتقال للدوري السعودي ويمكن لفت نظري كمان منشط صغير كده في آخر الصفحة بيقول أنه بايرن فريق باير ميونيك طبعا لن يقبل بلا كإجابة أو كرد على طلبه بانتقال هاريكين وده معناه أنه صفقة بتقترب جدا من البافاري في بداية الموسم خدوا بالكم إحنا بنستعد الكونتداون أو العد التنازلي بدأ بالفعل لبداية الموسم الجديد عندنا يوم الجمعة بداية أو انطلاقة الموسم البريمير ليج بطولة الدولة الإنجليزية وفيه كلاش كبير جدا هيكون برضو بين ليفربول وما بين تشالسي في الدولة الإنجليزية لكن ده معاده هيكون يوم الحد اللي جاي بتتكلم على 11 أغسطس بداية سيزن إحنا إن شاء الله بإذن الله ربنا يدينا ويديكم طولة العمر 15 سبتمبر هي بداية الموسم عندنا